السلام عليكم و اهلا بك في تاني فيديو من فيديوهات بناء العضلات فيديو اللي فات كان ازاي ابني عضلات او ازاي ازود جسمي بصورة عامة الفيديو بتاع النهاردة وهو حالات خاصة في بناء العضلات او في موضوع زيادة الوزن فيه ناس مش عايفة تزيد فيه ناس بتزيد من اقل حاجة طيب اكل ايه اكل فيني الكلام ده كله اللي هنتكلم عليه الحاليات المتخصصة في بناء العضلات فيلا بينا طيب خلينا النهاردة نتكلم بالاخص عن ثلاث حالات او ننكز عليهم اول حالة وهو اعادة تشكيل الجسم اللي هو واحد لسه داخل الجيم فعايز يخس دهون ويزيد عضل في نفس الوقت اتاني حالة هنتكلم عليها واحد متقدم في الجيم او واحد عند قتلة عضلية كبيرة يعمل ايه علشان يزيد عضل او عشان يزود من جسمه واخر حالة هنتكلم عليها وهو واحد مبتدق في الجيم لسه داخل الجيم عايز يزيد كتلة عضلية سواء بقى كان رفيع ودي حالة او كان شمين ودي حالة تانية فكده معنا اربع حالات او تلت حالات بس الحالة الاخيرة جواها حالتين حلو الكلام؟ مبدئيا اول حاجة هنتكلم عن اعادة تشكيل الجسم او ما يعرف بي احنا عندنا بنقول هناكل بروتين ازيد علشان يزيد عضل وهنلعب تمارين مقاومة دوت اللي قلناه في الفيديو اللي فات هل ازود بقى بروتين ازود يعني انا قلنا من 1.6 ل 2.2 لكل كيلو من وزن الجسم طيب هل اطلع ناحية الرنج العالي؟ في الحالة ديت بنقول ايوة تطلع ناحية الرنج العالي ففي اعادة تشكيل الجسم او عمل ان انت تخص دهون وتزيد عضل في نفس الوقت محتاج ان انت جنب التمرين وجنب الاكل اللي انت بيكون حزبه سواء من حيث البروتين والكربوهيدرية والدهون زي ما قلنا المرة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات محتاج ان انت تزود من البروتين بتاعك لكن متعملش متعملش فائط في السعرات تاني محتاج ان انت تزود من البروتين انتك من غير ما تعمل فائط في السعرات ليه علشان هنا جسمك هياخد من الطاقة من الدهون يبني بيها عضل لكن محتاج الاحجار اللي بيبني بيها العضل محتاج الطوب اللي بيبني بيها العضل طب ايه الطوب او ايه احجار البناء او ايه البنات هي الامينو اسد او الاحماض الامينية اللي هو طبعا بيكون البروتين تمام? لما نيجي نتكلم على واحد متقدم. لأ المتقدم انت عشان تبني عضل او عشان تزود قطلة العضلات باعتك محتاج تزود في الكالويز اللي داخل. يعني انت هنا عكس اللي فات. اللي فات مش محتاج يزود في الكالويز لكن محتاج لم يدخل بوتين ازل. انت هنا بالاضافة ان انت محتاج تزود في الكالويز. محتاج ان انت تزيد في الانرجل اللي انت تدخلها او انتاج بتاعك يبقى ازيد عشان يبقى جسمك عنده وفرة من الطاقة اللي بيها يبني العضلات. لان انت كمان هنا في عندك حاجتين مش موجودين عن دراجة اللي فات او في عندك حاجتين انت بتتميز بيهم كلاعب متقدم. طبعا لاعب متقدم يعني لاعب في حدود آآ قسر السنة من التدريب تمام? في عندك حاجتين بتتميز بيهم اول حاجة وهي الشدة بتاعت التدريب بتاعتك. شدة التدريب بتاعتك بتاعتك بتكون اعلى. شدة التدريب بتاعتك بتكون اعلى. زي ما قلنا انت هنا محتاج صعات ازياد فانت بالاضافة لو انت اندخل صعات ازياد فانت محتاج بروتين ازياد علشان بتاعتك بتاعك مش زي واحد مبتدي او مش زي واحد شديد بتاعته اقل تاني حاجة ان انت الكتلة العضلية عندك موجودة واردي بتبقى اعلى من المستوى الطبيعي فالكتلة العضلية الاكبر بتحتاج بروتين اكتر حلو علشان تعمل لكن كمان بتحتاج طاقة اكتر في عملية يعني انا لو لسه بادي اخش جيم محتاج مثلا ازود على الاكل الطبيعي بتاعي او ازود على الصعارات الاساسية بتاعتي مثلا 100 صعر طب ليه مسلا 100 طب ليه? علشان هستخدمهم في البناء واستخدمهم في الكلام ده كله طب انا بقالي سنة او سنة ونص او سنتين بتمرن فانا هنا اريد عندي كتلة عضلية كبيرة فانا المستوى الطبيعي بالضبعي المحتاج في نزاعد عليه متين تتتمية طب ليه? عشان جسمي يستخدموه في البناء وجسمي برضه يستخدموه في لان هنا جسمي عنده كتلة عضلية اكبر يعمل لها او يعمل لها تصليح تمام? فهنا انت محتاج اللي اتنين يكونوا علين السعارات تكون اعلى والبروتين بتاعك يكون اعلى تمام? على عكس الشخص الاولاني محتاج ان هو يكون بروتين بتاعه اعلى لكن مش لازم يعمل في السعارات او فقط في السعارات الحيارية. طيب تالت شخص او تالت حالة معنا وهي الحالة المبتدئ او المبتدئ او بس مش عايز يعمل يعني مش عايز ابن عضل ويخصى دونه في نفس الوقت. هو واحد مبتدئ. واحد هاردجين يعني بيزيد بصعوبة. او نحيف وعايز ان هو يزيد. ففي بعض الناس مش بتوقع مركزة انها زيد وخلاص. مش مهم زيد بقى عضل ازيد دهون. المهم انه زيد وخلاص. هنقول له حلو تمام ماشي. احنا هنخليك تتمرن لان انت محتاج انت تزوج وتتلك لعضلية حتى لو انت مش عايز فانت فاحنا هنخليك تتمرن عشان ما يكونش التخن اللي جاي تخن او دهون زيادة. تمام? احنا عايزينه يكون عضلات ولح. تمام? فانت هنخليك تتمرن. لكن محتاج ان انت تعمل فائد في الصعوات الحيارية ومش ضرور انك تلتزم بالبروتين انتك بتاعتني. لو واحد عايز يضخم او عايز يزيد. لكن مش مهم عنده موضوع ببناء العضلات يبقى خلاص. انت محتاج تعمل فائد في الصعوات ومش مهم عندك انك تهتم بيه ان انت تدخل كمية ببروتين زيادة. وكبالك هنا عكس قالص الشخص الاولاني كان بيدخر ببوتين ازيد. ومش لازم يدخل صعوات ازيد. الشخص تاني اللي هو متقدم. بيدخل صعوات ازيد وبوتين ازيد. الشخص التالت اللي هو رهود الجنة او اللي هو المبتدئ لكن مش مهم عنده اا بناء القتل العضلية. انت محتاج تدخل صعوات ازيد ومش مهم البيوتين الازيد. تمام? هتقول لي ما انا كده هزيد دهون. هقولك طبعا هتزيد نسبة دهون اعلى. من طبعا لو بتدخل بوتين اعلى. تمام? فلكن لازم تتمون علشان يعمل عندك بعض التغيرات في الميتابوليك بتاعك. في النظام او بتاع ان هو يهضم الاكل ويستفيد به من العناصر الغذائية. او يستفيد بالعناصر الغذائية اللي موجودة جوه كل اكل او كل نوع من الانواع اللي تتاكله. فمحتاج ان انت تتمون. عشان تمام بيحسن الموضوع ده. طيب بالنسبة للهاردجينة او بالنسبة للشخص اللي هو بيزيد ببطء دوت. ايه افضل حاجة ان هو يزود بيها السعارات بتاعته او ان هو يزود بيها بتاعه. افضل حاجة تزود بيها يا سيدي ان انت طبعا هتهتم بالبروتين بتاعك وهتهتم بالكربوهادريتس بتاعك. هتهتم بالبروتين على حسب زي ما هونا شدة التمرين وعدد ايام التدريب والمدة بتاعت التدريب. وهتهتم بالكربوهادريتس على حسب برضو شدة التدريب والمدة بتاعت التدريب. يعني الحاجة اللي تدعم بيها هذا التدريب تمام? عشان هو 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 الفريول او هو المخزون من الوقود بتاعك تمام نيجي بقى ليه زيادة السعرات بتاعتك هتزودها من الدهون وتهتم ان انت تزودها من الدهون طيب ليه لان احنا زي ما احنا قلنا ان الدهون هي المصدر الاعلى في السعرات الحرارية كل جرام ليه تسع سعرات حرارية هتقول لي طيب اي نوع من الدهون هقولك بقى تب من عندي ان انت تهتم بالدهون او الدهون اللي غير مشبعة يعني الحاجات السيلة طيب عندنا الدهون ديت فيه نوعين منها نوع اسمه ونوع اسمه يعني اه دهون غير مشبعة لكن اه يعني طويلة السلاسل تمام ودهون غير مشبعة قصيرة السلاسل يعني على سبيل المثال عندك دي دهون مشبعة قصيرة السلاسل ويدهون المشبعة لطويلة السلاسل زي مسلا زيت الزيتون او زي مسلا او اللي هو الزيت جزء الهند تمام اهتم بني انت تدخل الاسماك في الديت بتاعك وكلها باشرها لان اشرا بيكون في اه نوع الدهون الغير مشبع دوت تمام اه ما حاول طبعا انت تقلل اللي هي الدهون اللي بتاعت الحيوانات يعني لكن لكن اللي تمنعها خالص هي او الدهون المتحولة اللي هو طبعا السمن النباتي والحاجات اللي هي ايه اه الكلام ده كله يعني تمام دوت هو هيكون افضل مصدر تعمل للسعارات بتاعتك خصوصا خصوصا لو انت شخص هارد جينر او شخص بيتزيد بصعوبة جدا اما الباقي بقى من حيس الزيادة ان اللي عايز يزود السعارات بتاعته فهيزودها من خلال ان هو هيطلع بتوازن من المايكرو نيوترنت او اللي هي العناصر الغذائية الكبيرة اللي هو بروتين والكاربوهيدرات والفات هيطلع منهم بصورة متوازنة تمام طبعا اللي عايز هيزود بروتين هيزود اللي عايز هيزود سعارات بس هيركز في ان هو يطلع بالعناصر الغذائية كلها اما من حيس الراجل اللي هو الهارد جينر او اللي هو بيزيد بصعوبة جدا او اللي هو عايز يزيده بخلاص ومش مهم بالنسبة له يزيد ايه دوت هيطلع بيه الانساتوريت او الدهون الغير المشبعة هيطلع بيها هي اكتر حاجة طيب واحد تاني بقى زيادة في الوزن زيادة في الوزن وعايز يخس بخلاص مش مهم يخس ايه هنقوله ان انت محتاج تقلل من السعارات بتاعتك ومش مهم تهتم بالتمرين الحديد او زي ما اتكلمنا انت مهم ان انت تهتم بالكارديو او بتمرين اللي هي بيكون لمدة طويلة لكن بتاعتها او الشدة بتاعتها بيكون فوق المتوسطة تاني لو انت شخص عايز تخس او عايز تفكر الدهون او شخص لسه مبتدئ لكن عايز تنزل في الوزن وخلاص مش مهم عندك النزول ده يكون ايه فتحتاج تعمل عجزة في السعارات الحرية ده رقم واحد رقم اتنين تهتم بالتمرين اللي بتكون شدتها فوق المتوسطة لكن لمدة طويلة يعني مسلا تمشي كتير تطلع جراية بقى عجل الكلام ده كل اللي هو تمارين الكارديو عموما لمدة طويلة هتقول لي ممكن اعمل كارديو بي الحديد هقولك طبعا ممكن تقل لتمرينة الحديد مش من تمارين يعني مش تمارين شدة عالية تبني لك عضل لكن ممكن تستخدم الحديد في ان انت تعمل تمارين متوسطة الشدة لمدة طويلة ساعة ساعة ونص من تمارين بس يكون شدته متوسطة علشان طبعا ما ترهجش مفاصلك والكلام ده كله فاحنا النهار ده كده اخدنا اربع حالات حالات متخصصة يعني كل واحد فيهم زي ما احنا شايفين كده ليه سيناريو خاص به هو تمام حالة اخيرة معانا اضافية وهو حالة الشخص اللي هو قعد من التمرين وعايز يرجع يتمارن تاني حالة الشخص اللي قعد من التمرين وعايز يرجع يتمارن تاني دوت بين عامله معاملة معاملة اول حالة وهو ان هو محتاج يدخل بروتين اعلى ومش شرط ان هو يدخل كالوريز اعلى طيب ليه لان انت هنا جسمك بيعمل او بيعمل استدعاء تاني للعضلات اللي هو فقدها عن طريق حاجة اسمها تمام كنا عملنا برضو فيديو عن الموضوع ده هستيكون لك في وصف الفيديو كانت تجربة شخصية معي انا شخصية تمام فالنهار ده ان شاء الله حلقيتنا عن ما هو وما هي النص الميمون احنا هنا برضو بنعمل زي بنحتاج ان احنا ندخل ونهتم جدا بالبروتين بتاعنا من غير ما ندخل سرعات اضافية فجسمنا هيفقد اا ما اكتسبه من ضهون ومية وكلام دوت ويحاول يزود او يطلع مكانه او زي ما بنقول يعمل استدعاء للكتلة العضلية اللي هي كانت موجودة وطبعا الموضوع بيكون اسهل وبيكون في فترة اقصر او في فترة اقل شوية من اا من انتكم بتبني جديد او من انتكم بتعمل في اول مرة تمام فالموضوع بيكون اا احسن كتير وبيكون اا ممتع اكتر اللي ان انت بتشوف تطورات سريعة بس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى انت تكون استمتعت واستفدت لو عجبك ادينا لايك ولو حاسس ان ممكن حتى يستفيد بالفيديو ده تريد تشاركه معي او صاحبك كده اللي اسمه في دماغك او ما سمعت اا اا حالة معينة من الحالات هي اتبعت لك فيديو اتمنى انت لو عندك اي سؤال بخصوص موضوع اا زيادة في القتل العضلية او زيادة الوزن عموما سيبونا تحت في التعليقات وان شاء الله هنجاوب عليك او لو السؤال بتاعك يتطلب شيء من الشوح هنعمل فيديو خاص ليه السؤال بتاعك انت اشوفكم في فيديو دي ان شاء الله وما توفيكوا الا بالله عليه توكلت وليه ونيب سلام عليكم اشتركوا في القناة